جلس فيها في واحد اللي قاله محل فاضي قدام قاعد يسمع زي قاعدات كندي وزي وكفت كتير من الناس واخواننا ديل جزاهم الله خير واخواتنا برضو قاعدات يسمعان وغير من الشباب والشابات فجلس في المسجد ثم نظر الثاني فاستحيا فجلس خلف المجلس ثم نظر الثالث فاعرض ديل ثلاثة نفر يا ناس واحد سمع الدين قاعد قدام حديث دا في صيحة البخاري والتاني استحى من الناس هو في وخير دير يسمع الدين بعدين استحى قال أنا زول عندي زنوب وانا ما بشبه الناس ديل لكن هو في وخير قاعد ورا بيسمع والثالث نظر فاعرض زول ما دير الدين زي العين دي وده بعد شوين بجيه بورك الحاصل من الكتب دي الان لان الناس ديلة الهين يعرفوا العقيدة الصحيحة ويعرفوا ان القوم ديل غيروا للناس دينهم الحق وهدي كتب بورك لها الزول اللي بسكسك للطير شيخ بشاغل في الطير وبتكلم مع الطير والبتكلم مع التمساح ببك التمساح وهو وإلى خيره والبتكلم مع الملائكة برضو بيستشفع للملائكة وكلهم بورك لهم ان شاء الله الآن بالكتب كتب هنا زول بيقول أنا الله عديل زول بيقول أنا الله دا ما بيزعل والله تهب الشيخ ويسرخ زي ده درويش ده لما عارفوا زاته الجابوا بيجاي هنا شنو المحل دي واحد من اثنين يا جاي تخلط وانا شايفك ودبرك ما جنبك بداع شوشة يا جاي تنصح الناس وانا ما شايف كلام بتنصح في الناس لأف في زايته والله والعين الزيدي طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله زول دائر الخير أسمع قال فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر التاني بيسمع من بعيد قال فاستحيا فاستحيا الله منه وده برضو في أخر وأما الآخر أي الثالث فأعرض فأعرض الله عنه ده ماذا يردين وده والذي رفع السماء ما برتاح في الدنيا دي أي زول ماذا يردين ده ما برتاح في الدنيا مش كان لعب كورة كان بتونس مع البنات كان غشاهم وبيجاي وكان شيري ببنكو وكان شيري بسجائر وكان سمعه هنا وغيره ما برتاح لأن الله قال كذي في القرآن قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا زول في النار بشاكل قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أشاكي نحن جينا نذكر الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على يقين أن هذه الأمة فيها خير وكثير من الناس بينه وبين الخير كالمصادقة يسمعه والله قد يمشي راجع نفسه ويتوب إلى الله تعالى يا أخي ابن مسعود الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه مر في الطريق فوجد رجلا يغني الرجل دا اسمه زاذان زاذان دا قاعد يغني وصوته جميل وابن مسعود رضي الله عنه مر بالطريق اللي قاعد يغني فقال له لزاذان قال ما أجمله من صوت لو كان في كتاب الله والله قال الصوتك دا سمح لو شغلت في القرآن فوضع الرجل العود قاعد يغني خدت العود وقال من هذا دا ابن قال له قالوا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود فذهب إليه قالوا له صحابي ودع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذهب إليه فأخذ يبكي ثم تاب إلى الله تعالى فصار ممن يكتب عنه العلم رجل بس كان بغني سمع لكلمة أثرت فيه وناس كتار زي ذيل بينهم وبين الحق كلمة يسمعه الواحد يتوب ويرجع إلى الله تعالى ونحن جينا نذكر الناس ونوريهن إن البشر ذيل علي قسمين القسم الأول زول دنيا وذيل الله قال فيهم في القرآن قال عنهم من كان يريد العاجلة سمعه عاجلة يعني ابتمش سريع عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا زول هم الدنيا بس بعدين عاقبت الشر والله الذي لا يلا غيره لأن الدنيا دي رب العزة والجلال لخص لك في خمس حاجات قال في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا أي زول دائر دنيا الله قال لك الدنيا خمس حاجات قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطام خمس حاجات لعب زي اللعب الشغال له كورة وهلال ومريخ وبرشلونة وريال شنوة بعرف وشغالين وغلبناكم وغلبتون بس لعب دال بتانكوره بجنبة تمشي تلقى شباب برضو ملمومين جم ترابيزة واحدين شاعلين عكاس شغالين تر تر والله بالياردو تمشي بيغادي تلقى واحدين ماسكن لهم يد شغالين باليستيشن واحدين بيغادي تلقاهم قاعدين قال الموبايل شغالي 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 شغل موبايل بيجنبة لإب إتنين قال وله وله ولاه كما قال ابن القيم في الفوائد يكون في القلب كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم القيامة قربت وهم في غفلة معرضون في غفلة هسع لك الله سأل الناس قول لهم انتم مذكرين قيامة في حاجة يسمى قيامة مذكرين قول لك والله مؤمنين لكن قلت لسه شغل دي بعيدة شوية الله قال لك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم قلوب في له تشغل القرآن يتضايقه القرآن يتضايقه منه تتكلم في الدين ياهو ازهاجو قول لك يا مولانا اتو جابكونا الليلة بجاي شنو ويتت جابك شنو لانا ما جينا لك اتزاتو انت قال جينا لشنو نحن والله قول لك يعني شغل الدين يتضايق منه والدنيا تلقمد كيف مستعيد يقعد لها في مسلسل ساعة ونص كضب ساي وعارفة كلها كضب والحلقة الأخيرة ودطلع براها من السجن كر دموع تسيل وعارفة كضب ذو الموهم وشغل لغنية تلقمد كيف ليب الشوق ورحل الغمام وقايد الوسطور رحل أها هو رحل إنتا ما بترحل هو تراه رحل شق دربه إنتا ما بترحل بس قاعد هنا واحد تلقاه يا أخي لامين الناس ويسمعوا فيهم في الكلام الفارغ ما يتضايقون داي تتكلم في الدين يتضايق والله الفاظ بيقولوا الفنانين دي الناس ما بتتضايق ويغنوا شغالين لو مر في الإسبوع نتكتك الموضوع داي داري سووا موضوع شنو ديل داي يعني ياتوا موضوع بس وشغالين يغنوا لقيتوا باللفة والألم اللعلي خفة ياتوا ألم يا مجرم ياتوا ألم وأنا قاعد في الفتحاب كل يومين سام علي مرة كوريك بتتدق قلت الشغلة ما كانت حب قل أبوها دق الحاصل شنو والله بتتدق وما بعرف أزعل طرش قد شقة وأهلك عبين ولا صعبين ما بعرف ويتك هلك صعبين ما تعقدوا تعالوا أنا بعقد ليكن وخلا سامشوا ادققوا سوا بدل يدقوكم الناس التالين كلوا لخبة ولفوا دوران والله الذي لا إلى غيره فنانين تلقاوا الواحد متكيف يحضر في الغنى وبتاع الغنى يغشوا سائقوا ماشي معاه ويوقف المركب ويا ريز خلي الشباب يركب دار يغرقوا معاه المجرم دار تودين وين تركبهم في المركب يقوم على ونحوت ولا غيره ولا تمسح يتمودين وين والله الذي لا إلى غيره الهوس ده تلقاهم بمزاج اسمعوه ويعزم التاني يعزم صاحبه الليلة في حفلة كاربة وما بعرف والتذكر عليه تذكر عليك بعدين الله بيسألك والله الذي لا إلى غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة عن ربي حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنه وعن شبابه فيما أبله الشباب وديته أين عديته كيضي بساي بس تقعد مع البيت وأنا ما بعرف وبعد النجوم وما قادر أقوم وحرامل قلوه بطلب وخلاني أتقلب بتتقلب مالك ما تثبتته تقلب ليه كل لخبة ولفدة وبعدين بيسألوك من الشباب دي فترة دي الشباب هقعد كذب علي البيت غوش فيها زي غوش يغوش فيها وهيد غوش فيه وفي النهاية أنا أبوي جاي من أبو ظبي وأس في المطار وأبو بيعل في بامبي في الملجة يغوش في البيت كذب عليها وشوف والله الذي لا إلى غيره تلقاهن جوز جوز زي ودبرك وبدع شوش جماعة جوز ما يفجرون والله نحن ما جاين نفجرك بفجروا دي الناس داعش نحن جاين خايفين عليك من عذاب الله سبحانه وتعالى جاين ندعوك نذكرك بالله تعالى لأنه في كثير من الناس الواحد غافل والمشكلة مش مجرد الغفلة الغفلة مشكلة لكن المشكلة الزول يذكروه ويواصل في الزول قد يكون غافل لكن لما يذكروه بلايات والحاديث بيرجع عليها الله سبحانه وتعالى فدي الناس الدنيا قال لك لعب ولهون له له أغاني وغير من الأشياء ثلاثة قالوا وزينة الدنيا دي زينة زخارف كل خداع سيء قال تعالى في القرآن في سورة الكهف إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيهِ اللَّهَ زَيِّنَا لِنَبْلُوَهُمْ دَمْتِحَان 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 الزينة اللي تشايفة دَمْتِحَان لِيكِ إِنْتَ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا هَلَ الزول بِصَدِّكِ إنما عند الله خيرٌ من هذه الدنيا أم أنه يركن إلى هذه الدنيا دَمْتِحَان لِيكِ قال تعالى في القرآن إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واززينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام دار السلام دي الجنة هناك دار ما في تعب ولا في نصب ولا في زهج ولا في مشاكل راحة نعيم دائم عند الله سبحانه وتعالى فذي الدنيا باختصار قال لك وزينة الشباب قاعدين يتزينوا أولاد أخت القاون يتزينوا الفنيلة كيف البنطلون كيف وسوي لك ريامات وده كله سبب الخلط والله أنت عارف الخلط ده لما نكتر الصفات ما بتتناقل تاني البيت بتدي بنية شغلة ما بتقلب والولد بيلبس سلسل ما شايفون بيلبس سلسل الولد تلقى لابس لغوشة مكتوب فيها صاح ويما صاح لابسها في يده وتلقاه يتقطق في اللبان ذاته تحاصد شران ما عارف والله الذي لا إلى غيره ده كله الخلط ونسوا بيجايه هنا وكلام شغل الجوت لقدام الأولاد بتزينوا والبنات بتزينوا وما جايبات خبر البيت بتزين ما جايب خبر موضوع ذا خطير حديث في صيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قال بعيني ما شفتهم لكن بيجو قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ده الصنفة الأول الصنفة الثاني قالوا ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة أسلم جمع سنام والبخت الناقة قال لك رأى صفوق التسريح زي سنام الناقة رسوله الصفة قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا يخفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء قال يا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة قال لما أوريك مرأة من أهل الجنة قال قلت بلى قال تلك المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وذي رسالة للنساء ولي الشابات لغير قالت لي يا رسول الله إني أسرع يعني عندي سرع وإني أتكشف فادعو الله أن لا أسرع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك كان دائرة أدعو إليك الله وإن شئت صبرت ولك الجنة ومش الصرعة دي مؤلمة دائرة أدعو إليك الله مش فيك ولا كمان تصبري وبعد تصبري بعدين الله بدخلك الجنة فقالت بل أصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لي وكت فيها جنة الصرعة دي بتحمله شو المرة دي دائرة قال لك فقالت يا رسول الله بل أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف ولكن ادعو الله ألا أتكشف قالت لي ترى الصرعة دي أنا بتحمله لكن كمان لمن تجيني الصرعة دي اسمي بتكشف فادعو الله ألا أتكشف قالت هكذا فدعا لها وهنا في فوائد منها إن الصبر سبب لدخول الجنة قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة ومن الفوائد إن المرد عندها تقوى عظيمة وحريصة على الزي الشرعي وحريصة ألا ينظر إليها الرجال لأنه لمن تصرع بتتكشف الرجلين وإلى آخر المهم بتتكشف والزول إذا صرع إذا المرأة صرعت وتكشفت هل عليها ذنب عيانة على زنب أه على زنب إيس على المريض شنو حرج ما إنه ما على زنب بعد ده ما ذارد يتكشف والله جو المرأة نجيضة كيف ما على زنب مع الصرعة وبعد ده قاتله وادعو لي الله ما تكشف وبعد عيانة دي لسي متكشفات ديل ديل عندنا صرعة شد لا فات مصرعات قعدات يصرعان دي ما أشي عاديه ممكن أكتر منك وكراعة إي نحن يعينوا لينا بيتح تقول لك دي شنو جلابيتك قصيرة والجنبك دي جلابيتك الجنبك دي تراهون إحنا الراجل عورته معروفة حدا وين إنت ما عارف الراجل عورته وين حدا حدا الرقبة نحن بعد الرقبة مشهد قدام تاني في شنو يقول لك والله أنا مما شوفكم كذي دم بفور بفور نحن عند روس تفور سائتا تفور ليه تفور ليه تفور ليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سنن أبي داود والحديث ذكر الألباني أيضا رحمه الله تعالى وهو ثابت من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم والناس قال الشغل ذي حق الجماعة معينة إي ما جماعة ولا تبقى مع أي جماعة أبقى حر بس أبقى حر وعبد لله تعالى والله أبقى حديث تبقى السنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إزرة المسلم إلى نصف الساق دا حديث صحيح في سنة نبي داود دا للراجل قال ولا جناح أو لا حرج فيما بينه وبين الكعبين والكعب العظم الفق لأن الله قال وأرجو لكم إلى الكعبين يعني العظم الفق إزارك دا ينزل لحد قريب العظم ما مشكلة أها ما بزنب قال فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار وده الخوفنا نحن إتقال الخوفنا شنو رسول قال فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار دا للرجل ومن جر ثوبه بطرا أي تكبرا لم ينظر الله إليه لا حديث صحيح في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الموضوع طويل لذلك دين ناس والدنيا قال لك وزينة أربعة قال وتفاخر بينكم الناس قاعدة تفاخر أحساب وأنساب وشهادات ودود ناس كذي ودشكل كذي وتفاخر سائف إن الله قال والله لا يحب وكل مختال فخور خمسة آخر شي في الدنيا قال وتكاثر في الأموال والأولاد أموال وأولاد ناس جاري وورا القروش وجارين وورا الأولاد ما بشي دي الدنيا باختصار ودين الناس الدنيا وما بارتاحوا تلقى عندك قروش تكون تعبان جاري الشيك ده دخل وداك مرق وداه الناي وإلى آخره تكون مفلس ياه بتنبذ البلد دي والبلد دي يا الله يمرقنا منا والعيش زادت وماك اللي ثلاثة عيشات وما بعرف إيه ده بأجنبه تبقى شاب ياه بتكون لا فيه تبكي مرة بالليل براك ومرة تشرب لك حاجة ومرة لو ما خفت الله سبحانه وتعالى تبقى عجوز بيكون كي سلادوية في جيبك شغال مرة حبة ومرة حقنة وده موضوع طويل جدا فضي الدنيا والله الذي رفع السماء لا راحة فيها قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد القسم الثاني ديل ناس الآخرة وديل عندهم ثلاثة صفات قال ومن أراد الآخرة أي أخلص لله تعالى وسعى لها سعيا يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن يعني موحد شكرا